موسيقى تاخدوا وصفات سهلة وتبقى مختلفة عن اللي انتم متعودين عليها النهاردة هنبدأ وصفة بسيطة للباتيت باتيت هنعمله بأبسط الطرق يا رب تنول إعجاب حضراتكم ده الباتيت السهل مش الإيه مش الطبقات اللي احنا متعودين عليه هنعمل الطبقات في حلقة تانية وهنعمله حلقة خاصة بس كروسان باتيت مورق اللي احنا عارفينه اللي احنا عايزينه بوقتي وصفة الباتيت السهل ده هو نص كيلو من الدقيق نص معلقة من الباكينج فاودر معلقة كبيرة خميرة رشة ملح معلقتين كبار من الزيت الزيتون أو الزيت النباتي زي ما حضراتكم تحبوا كباية مية دافية وطبعا المية على حسب نوع دي ممكن تزيد ممكن تقل خلينا دايما نأمن نفسنا ان احنا نحط المية تدريجية عندي زبدة للدهن الباتيت عندي للوجهة أو للوش من فوق اما هاخد معلقة عسل أبيض أخفها بثلاث معلق مية او معلقة عسل أخفها برضو بثلاث معلق مية او هاخد صفار بيدا عليه شوية لبن ونص معلقة من القهوة سريعة الزوبان او هاخد صفار بيدا عليه نص معلقة خل وسمسم كل مرة بنوع فيه الخليط اللي بيبقى بندهنه على الوش علشان حضراتكم يبقى عندكم دايما افكار كتيرة للفكرة ان انا احط حاجة ما تبقاش فيها زفارة بالنسبة للناس اللي بتتدايق من البيت في ناس بتحبش تحط بيت خالص عن مخبوزات فهيبقى العسل الاسود بديل كويس ليهم جدا هيديرون حلو وفي نفس الوقت كمان مش هيبقى ليه ريحة ريحة الزفارة ستخلى برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي برضو مش بيبقى فيه ريحة زفارة خلينا كده ايه اجيب الاول رشة ملح هخليها جمي هناك عشان احط على دي مهم قوي برضو الملح ده اهو كده وهاخد الخميرة بسم الله الرحمن الرحيم السكر بسم الله فيه خطوة ممكن تعملوها لو حضراتكم حابين وهي يعني برضو خطوة كويسة للناس اللي تبقى عايزة تجرب الخميرة بتاعتها هي فكرة ان انا اخد الخميرة مع السكر مع شوية من المية الدفية حوالي ربع كباية او نصف كباية ادولهم مع بعض واغطيهم واسابهم في جنب لحد ما تعالى الخميرة لو انا شك ان الخميرة دي ممكن تكون مش فعالة خلاص خلوا بالكو ان الخميرة الفورية بتكون يعني زي ما بيقولوا ايه اخف شوية من الخميرة البيرة يعني انا لو هستخدم خميرة فراش مش هاخد معلقة كبيرة هاخد حاجة بسيطة كده قد البندقة على الكمية دي يعني الكيلو دي ياخد له حتة صغيرة قد مثلا العين الجمل فبتشتغل اسرع واقوى فخلوا بالكو لو بتستخدموا الخميرة الايه اللي هي الخميرة البيرة الاصلية نص معلقة من البيكينج بودر اهي يعني معلقة صغيرة خلاص معلقة ونص من اللبن للبودرة ده اسفل البيكينج بودر اللي انا حطيته خلاص هنقلب بقى المكونات الجافة كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم الدي ده دي متعدد الاستخدامات بيبقى جميل او دي مخبوزات زي ما حضراتكوا تحبوا النوع المتوارد اهم حاجة بقى عارفين حلوة قوي في المخبوزات والحاجات والفطاير والحاجات دي ان احنا دايما ننخل الدي بتاعنا امهم قوي النخل ده عارفين النخل ده بيخلي كده الهوى يدخل فيه ويخليه جميل وهش وانا بصراحة بقيت بعمل ده على طول طول الوقت اللي انتو عارفين لما بنيبدي ايه اكياس او او بتجبوه شكاير او ايا كانت طريقة لحضراتكم بتستخدموه بياه او سايم مثلا وبتشلوه بيبقى بيبقى فترة كده بيبقى محتاج برضو ندخل جوال هوا بشكل او باخر علشان نحس كده ان ايه الموضوع جميل بسم الله هاخد كده وخلينا ننزل الايه بالمعلقة هنا يعني نخليه كده يبقى ايه ما نخول شوية حلوين كده المخل ده بيخلي الهوى يدخل كده ويخلي الدقيق هاش حتى في الكيكس بيبقى جميل قوي 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 بالنعنشه كده السكر هو اللي هيتبقى هحطه في الاخر ما تقلقوش بس انا بنخل ايه نفسه لان انا طبعا كنت ضفت مفوض كنت نخله قبل ما احط الايه الاضافات اللي هي اللبن البودرة بس اللبن هيتنخل عادي معاه بيكينبودر هيتنخل عادي معاه الملح كمان هيتبقى لي السكر بس لان هو حبيبات وايه شوية مش ناعم يعني مش سكر بودرة بصوا اللي ده كمان فيه نسبة حلوة من الكاربوهايدرات بتساعد فيه خفض مستوى السكر في الدم وفيتامين هي اللي فيه بيعالج حب الشباب بيخلص البشرة الدهنية من الدهون الزيادة بيدي احساس بالشبع طبعا لفترة طويل هشيل بس دي الشوائب اللي كانت في السكر نفسه بس هاتي في السكر بقى ودي من السكر برضو هنشيل كده شوفوا خليناه هش ازاي بصوا بقى في البولة تحسوا كده ايه بقى هش كده اتنفخ كده كميته زادت كان الاول تحسوا كده ايه مكبوس دي حاجة حلوة برضو بالنسبة للمعجنات وبالنسبة لل ايه للحاجات الحلوة اللي احنا بنعملها تعالوا بقى نضيف الخليط الحلو ده هنا بسم الله الرحمن الرحيم هنخط في البولة بتاعتي هنا وبعدين هقلب كده بس معلقتين التلاتة الزيت الحلوين دول بسم الله هنا اهو وتعالوا نقفل بقى كده وهنضيف المية انا بجهزة مية دافية فترة يعني شوية سخنة على شوية مية عادية علشان تساعد معايا في التخمير على طول بتبقى جميلة جدا دعالوا بقى اخد كده الايه الجار بتاعي بسم الله اهو مية فترة يعني احط صباي اعد لحد عشرة انا ايديا مش مأزية المية مش سخنة اهو كده عديت لحد عشرين هناخد شوية صويرين بسم الله الرحمن الرحيم كده ونقلب اهم حاجة المية دايما في المعجنات تدريجية بسم الله موسيقى 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 بسم الله موسيقى لسه شوية انا بقدى اضيف الموية شوية شوية لحد ما تلاقوا الحلة نفسها بدأت ايه تنضف وهو بياخد لتعاشر دقايق كده الخفقة مهم جدا الاول عجلة بالايد برضو بسم الله تمام اول بصوا الجمال كل ده انا مش خطى الزبدة هنا الزبدة احطها بين الطبقات انا هوريكوا برضو تحايل كده نعمله بطبقتين ووريكوا لو احنا عايزين نعمله باكتر من طبقه ينفع برضو بس بقى الطبقات التانية بتبقى من ستة سبع طبقات بنعمل كور صغيرة ونفرد كل كورة الوحدة تعالوا نبص على الملمس كده بسم الله حلو قوي بس برضو محتاج شوية مفوت فيها ترزيق خفيفة عشان تطلع هشة موسيقى 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 بسم الله موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى اخر حاجة ويلا نشن ده بقى نبدأ نجهز البولة أحط فيها نقطة زيت نربس بقى الجلابز ما شاء الله ما شاء الله بصوا بقى رجعت اللي تلمع ازاي هو ده بعد انا قصدي علي بقاش فيها اي ايه يعني العجينة مش ملزاقة كده في الحلة تعالوا بقى نشيل بصوا 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 شايفين شايفين تبقى بقت فيها مطة حلوة ازاي هي دي تعالوا هعملها مع حضراتكم دلوقتي بس خليني ايه اوسع هنا بسم الله خلي زبدة جنبي نشيل دي خلي هنا ونبدأ اي لا ايوا بسم الله احلى حاجة بتاع اللي يمسك تحت في الوخامة ده بسم الله بشيل اسقال على فكرة اسطورة انا بشيل اسقال زيك بعارفين مش انت لوحد ما بيشيلش اسقال مال اسطورة بيعمل كده عشان هاي بروتين بس صح ربنا يحفظوا يا رب فاسكوا جميعا ما احنا بقى مشاق يعني من نسمي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هناخد نقطة زيت بصوا بقى انا طبعا مفروضة سيبها تخمر شوية وبعدين اعملها كور شايفيني بصوا الاول خليني بس اعمل هنا كده كده بصوا العينة حلوة وتعجنت حلوة انا بس عايزة ايه معلش هعملها كور وهسيبها تخمر كور كده خلاص نعمل بتهاية ايه نشكلة كده وهنغطيها كده طبعا مفروضة سيبها ساعة تخمر في مكان دافي عايزين تدفوا الفرن شوية بعدين تحطولها والبنيا سقعت الجو لو حارة تبقى في حرارة المطبخ مفيش مشكلة هنعمل كده اه بعد الساعة بناخدها نكورها زي ما حضراتكم شايفين باخدها نكورها كده وهسيبها ترتاح تاني شوية وبعدين هشكلها وبعد ما هشكلها هسيبها عصاج واغطيها شوية ربع ساعة قبل ما دخلها الفرن تنفخ تاني او نص ساعة كل ما اديها فرصة في التخمير كل ما تصبح هشة وجميلة مع حضراتكم خلاص تتعالوش بس شوية زيت اه وادي القرط بتاعتها اللي بعدها اه هلو الكلام زيت عليهم كلهم عشان العجينة ما تنشفش ده تعالوا بقى نقفل ده وايه ااخد بقى ما شاء الله كده ايه بفضل الله ممكن كيس اول اتزبه خلينا ناخد الكيس احسن اه اه هناخد كده كيس تلاجة تغطي شوية شوية قبل ما نعمل حاجة كده مع بعض سريعا احنا هنعمل نوع تاني من المعجنات المعجنات دي هي البيتزا عشان اعمل صوص بيتزا حلو هنتكلم عن يعني بدأ اللي لكن الاساس في صوص البيتزا ايه اللي دينا طعم حلو زي ما بيعملوه في كتير من محلات البيتزا تعالوا نتكلم عنه قبل ما نبدأ فيه هنطلع بريك واستراحة بسيطة ونرجع نستكمل مع بعض هنعمل صوص الفيتزا الحقيقي اللي بالطماطم من الالف للياء ونشوف ما نعمله ازاي بعد الاستراحة هنبدأ فيها في انتظار حضراتكم ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة بصوا بعد ما سبتوهم يعني يخمروا شوية ومفوت طبعا يكتملوا التخمير لمدة ساعة وبعدين هبدأ افرد بشكل مستطيل كده اللي هي الكور الصغير بتاعت الباتي دي شوفوا كده طريقة تانية المورقة انا بحب امسك كل كورة اعملهم كور صغيرين جدا وامسك كل كورة فيهم افردها كويس وحطهم طبقات زرف تيري مشالكت وبعدين اروح فردهم كلهم مرة واحدة بصوا تبقى كده اهي باخد بقى الزبدة شوية من الزبدة الطرية كده اوهي السلام هاي فين ازاي؟ تبقى روعة ونعمل كل بقى الطبقات زي الفطير المشالكت بنحط بين كل طبق والتانية طبقة زبدة طبعا اللي فوق على الوش ما بنحطش فيها اللي هي الظهر بتاع دي ما بنحطش خلاص اولا احنا كده بنتحكم في نسبة الزبدة بشكل كويس ما بنخليهاش يعني تبقى كتيرة بصوا ونرول كده عايزين تحشوا احشوا في حشوات جدنا زعتر جدنا رومي اي حاجة انتوا عايزانة تعالوا كده هنحط هنا هاخد ده هنا كده وهاخد الصفار البيض اللي انا حطيت عليه معلقة الخل وهدهن وهسيه يخمر شوية هرش سمسم ناي علشان ياخد سوا ويطلع لونه ده بيفاتح وجميل بسم الله وممكن كمان تخطوا السمسم نفسه يعني اوشها في السمسم لو انتوا حابينه كتير شايفين ازاي اهو سمسم ده مهمة قوي للولاد لانه فعلا اه مخزن كالسيوم حقيقي يعني اهو شايفين ازاي ممكن بقى غطي شوية كده سبوها شوية تاني نصط ويا ربع ساعة والسمسم يعني من رحاجات مفيدة مهمة للمفاصل والعظام جدا وبيهدي الاعصاب جدا وبيحارب الزهايمر اه عنده كمان للسيدة الحامل بيحميها من الامساك في بعض السيدات بتشتكي من الامساك فترة الحمل تعالوا بقى نبدأ نتكلم على صاصل بيتزا بصوا بقى انا هعمل لو هبدأوا من قليل فليليا بطريقة مظبوطة هعملوا من الطماطم طماطم دي الطماطم اللي بيسموها كونكاسي فين المية بتلجي يا امامير بصوا بقى خدت الطماطمية اوليكو كده بالمنقاط الطماطمية الجميلة دي انا شلت الجزء الاخضر اللي في النص ده اللي هو اللي احنا عارفينه اللي هو هنا بصوا ده فضيته خلاص ودخلتها في شوية مية كده بعد ما فتحتها من الظهر اربعة تربع كده شايفين ازاي فتحتها اربعة تربع زي ما حضراتكو شايفين حلو الكلام وبعدين هسيبها عشر دقايق او خمس دقايق لحد ما حس ان القشرة اقدر اشلها طيب وانا بسلقها بحط معها ايه بحط فصينتوم بصلايا متقطاها اربعة تربع لو عندي عود روزماري او عود زعتر فرش هحطه في النص لو عندي حتة فلفل الوان هقطها وحطها معاهم حلو الكلام خليني اجيبها لانه انا عايزة اوريكو هي دي الصوس الحقيقي اللي ايه اللي احنا بنحتاجه بنحتاجه فعلا للبيتزا اهو بصوا بقى ناخد كده فلفلية الفلفل ده كده للصحة حتى للمرأة الحامل مفيد جدا بيساعد على تنشيط الغدة الدرقية بشكل كويس بصوا بقى انا حطيت الخليط ده كله سبتوهم مع بعض يغلوا الغلوة هطلعهم هاخد الطماطم افصلها في مياه هنا وهحط فيها تلج لازم اوقف التسوية التسوية دي لازم توقف بعد ما تطلع الطماطم في مياه وتلج احافظ على نسبة الفيتامين زي اللي فيها واشيل بس القشرة بتاعتها اهي زي ما حضراتكو شايفين كده دي اللي اسمها طماطم كونكاسي خلاص هاخدها بقى بعد ما شلها اشيل القشرة هاخدها زي ما هي معها الفلفل للألوان ومعها فصين التو ومعها البصلاية المتقطعة 4 تربع وعود الروزماري أو عود الزعتر وممكن احط ورقتين ريحان فرش بس ريحان مش هسويه معاهم ريحان هحطه مع السلسة وبدربها في الخلاط خلاص هضربهم كلهم في الخلاط هتلعولي كده شايفين درجتها واخدها شبه تسوية خفيفة ليه لان انا اديتها نص السلقة لحضراتكو شايفينها قدامكو دي اهي هوريها لكو تاني اهي شايفين طماطم قطعناها شلنا الجزء اللي هنا اللي قدام ده زي ما اشيل الجزء ده لانه بيبقى فيه حاجات كتير قوي ماينفعش هسيبه وديهي الطماطم هنزلها في ماء وتلك شان القشرة تتشال معايا بسهولة اهي اهي هوقف تسويتها خالص وبعدين هسيبه دول زي ما هم كده الدقتين عمال ما هنجهز الخلاط بتاعنا هحط فيه الخليط ده كله وهضرب الخليط ده كله في الخلاط واقدر اعمل كمية لا بقسة بيها من السوس البيتزا واشيله واحتفظ بيه فترة حلوة عندي حتى لو في التلاجة وجزء منه يبقى في الفريزر ما فيش اي مشكلة ما يجرلوش حاجة بس ميله البرتمان يكون معاقم متعاقم زي ما بنعمل اي حاجة معاقمة الازاز والغطى ونحط السوس ونقلبه على الوش كده بشوية زيت لازم على الوش ونقلبه على ظهره كده ولازم يبقى تحته مندين متطبق ولا حاجة ما يصربش زيت وبقفله وكل معاوز اخد منه بيقعد فترة كويسة وممكن تحطه بس شعرة بسيطة او طرف المعلقة رشة ملح لامون لان انا هحط مع السوس ده شوية سكر رشة ملح لامون كمد حفظة للسوس بتاعنا انا بقى هاخد البتي ده اللي معمول يعني ايه شبه يعني سريع ما هواش البتي المورق اللي احنا متعوضين عليه حاجة سريعة هحطه بقى هنا في الفرن بصوا كده وحاسيبه ياخد تسويته يعني ربع ساعة عشرين دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن هتشوفوه دلوقتي عن قرب وايه ونقفل بسم الله الرحمن الرحيم الحرارة ميتين ميتين وعشرين المخبوزات بتبقى عايزة حرارة عالية شوية لو عندنا بخاخة مية هنحتاجها بخاخة مية او بالفرشة بقى هنضطر ان نعمل كده على خفيف لما نيجي نعمل اي مخبوزات فيها عيش او حلة صغيرة او كسرال في قعر الفرن فيها شوية مية سخنة يطلع البخار اسناء ما المخبوزات دي بتتخبز هتلاقوها قد التراوة للمخبوزات وبقت جميل للناس اللي فرنها حامي او جاف جاف شوي طيب انا هبدأ كده ايه هطبق ورقة الزبدة دي خليها هنا في جن وتعالوا احنا عملنا الخلاط تمامي حبيبي امان طيب يا روحي يلا نحط كده ثانية واحدة هاخد هنا هوريكو بس لقيل شكل العام للصاص وتعالوا هجيب الحلة دي هنا هبدأ بقى خليها تسخن لحد ما انا اجهز لقيل بصوا بقى الطماطم بصوا سيقعة ازاي اضطر بصوا اشيل القشرة بصوا القشرة بتتشال بسهولة ازاي اهي ها هي الطماطم شايفين ازاي السهولة اهي ما شاء الله وهحط هنا والتانية انا بس بوري لحضراتكو كده ايه يعني لان في ناس كتير بتبقى حابة تعمل الوصفة من الاول فحبيت ان انا في الحلقة النهاردة اعملها مع حضراتكو عايز اقولكو طعم مختلف تماما بالطماطم الطبيعية بتاعتنا الطعم مختلف تقدروا كمان تصفوا البذر منها لو عايزين عشان الناس اللي بتتعب من البذر بتاع الطماطم اهو هشيل بقى ده هشطف ايدي وتعالوا نبدأ بقى نحط معاها الحاجات اللي احنا ما حطناهاش قابلي كده اللي هي اللي هي بصوا بقى الفلفل الاحمر الرومي اهو البصل شفته اخد ربع سلقة كده فصين الطم الحلوين دول البديل تماما يبقى حاجات جافة كلها عالنار وهنستخدم السلسل طبيعية او نضرب طماطم في الخلاط من غير ما فراش برضو بس دي بقى الاساس وبعدين هاخد كده نقطتين من المياه اللي سلقت فيهم الحاجة دي علشان ايه اخد الطعم وهه اضرب الكمية الحلوة دي مع بعض كده خلينا نقيه كده ماشي ايجوا يضربوها انا بس عايز احط معها ورقتين من الريحان ورقتين كده ايه ريحان فراش بصوا بقى الطعم والجمال ايه هم الله ما شاء الله ما شاء الله ورقتين فراش حلوين كده من الريحان نحطهم هنا مع الحاجات الحلوة دي ويه شفتو الجمال تعالوا هنا الطاصة سخنا هاخد شوية من زيت الزيتون او زيت النباتي زي ما حضراتكو تفضل هنزل مقادي الصوس البيتزا تاني عشان اصدقائنا لو لسه منضمين للفقر يبقوا عارفين احنا عملنا ايه احنا خدنا الطماطم قطعناها طماطمية كاملة شلنا الجوز الاخضر اللي قدام شقناها اربعة تربع من وراء من غير ما نفصلها حطتها في مياه وحطت معاها الفصين توم بصلاية متقطعة اربعة تربع فلفل احمر الوان لو عندي عود زعتر او عود ريحان وبعدين خدت غلوة على النار طلعتها في مياه سقعة بتلج وقفت التسوية اشرتها بكل سهولة حطت الطماطم هنا زي ما حضراتكو شايفين انا هنا بس عايزة ادعم نقطة توم زيادة فانا هاخد هنا معلقة زيت هحط معاها نقطة معلقة توم وتقدروا تستخدموا البودر بس انا بقى بمعاميني عاملة كله طبيعي هاخد كده الزعتر هشوحه الاول والروزماري الاول كده وبعدين هنزل السوس الامر ده بسم الله الرحمن الرحيم اللي احنا عملناه من الطماطم طبعا نقدر ادعم معلقتين صلصة لو انا محتاجة اللون حطت ورقتين مليحان فريش معاها برضو و هنقلب تقريبة حلوة هناخد الصلصة وعندي هنا كمان شوية طماطم حلوين هم يلا بينا نقلب وتعلوا بقى رشة الملح والفلفل الحلوة بتاعتنا عشان نبدأ نعمل العجينة شوية مع بعض بسطريقة سهلة وبسيط رشة ملح ورشة الفلفل حطينا زعتر وروزماري وريحان فريش خلاص طم وبصل وكل الحاجات الحلوة دي لكن طبيعية خليني بقى ايه اخد الغطة ده هقفل شوية سبوها بقى مع نفسها شوية كده ايه اه خمس دقايق ايوة بسم الله الرحمن الرحيم علشان تزبط معنا تستويه بسرعة حلو الكلام تعالوا بقى نعمل العجينة ايه هي العجينة نعمل عجينة بيتزا زغنانة ميني بيتزا كده زريفة بطريقة سهلة وبسيطة تعالوا نقول المقادير مع حضرتكم بسم الله مقادير العجينة عندي للميني بيتزا عندي كوباية من اللبن عندي معلقة سكر رش معلقة من الخميرة الفورية وكمان عندي نص كوباية من الزيت الزيتون يطلعوا حوالي اربع معالق ولا حاجة عندي كمان كوبايتين ونص من الدقيق عندنا رشة الملح وعندنا صلصة البيتزا اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي اللي اتفقنا فيها نسبة زيت الزيتون والحاجات الحلوة اللي احنا عملناها حالا اللي هي فيها الطماطم الكونكاسي وعملتها من الألف لليا عشان اللي عايز حتى يخزن طماطم بالطريقة دي في وقت من الأوقات يقدر يعملها بالطريقة دي لكن أنا معا ان احنا يقيمة تبقى بالطريقة دي ويتوقف تسويتها وتكمل سواها في الخضار او نشلها فراش زي ما هي لو انتو عايزين تستخدموا حاجة صحية تعالوا بقى نعمل العجينة بتاعتنا أنا هنزل العجين هنا وهبدأ ايه اعمل العجينة مع حضراتكم بسم الله الرحمن الرحيم هوريكم بس الباتي كده هنا محتاجة بس ايه تسلاموا حبيبي محتاجة بس زي ما هو كده معلش هاخد ايه رشة فيها شوية ميا المفروضة بخ ميا بيه حاجة تترش بس مفيش مشكلة هاخد كده هدي بس من ايه درجة الحرارة دي كايفين اهو كده وبعدين اول حاجة بتطلع المخبوزات لازم على طول لغطيها خليني اقلب بس الناحية التانية لصوج عشان ابقى شايفة اللي هنا اهو تمام خلاص هنقفل بقى وتعالوا بينا بص هنا بص على الصوس بدأ يغلي هسيبه شوية ويولا نعمل العجين عندي الدي ايه رشة الملح علي الخميرة السكر نفس الطريقة واخد الزيت معايا وهروح عند العجان خلينا ننزلوا هنا بسم الله الرحمن الرحيم اوبا اهو هنحط المكونات الجفة كلها عندي زيت الزيتون وهنبدأ نعجل باللبن عندي اللبن اهو ممكن يبقى اللبن دافي كمان هنقلب بقى المقذير دي مع بعض ونصب باللبن شوية شوية لما تبقى عجينة حلوة هنشكلها تشكيلات الدوائر العادية المتعودين عليها بسم الله هنقلب بصم مع حضراتكم الخليط كويس جدا بس هديها برضو تقليبة كمان وهاشتغل هنا وهسيب هتخمر على الصاب يعني هتلع صاب كده وهسيب هتخمر عليه يالله دينا ناخد بقى العجينة الحلوة دي محتاجة ضربة كمان لأ هضربها شوية بصوا السوس شايفين الصرصة بصوا الريحة روع بصوا الجمال تاخد كمان لحد ما تسلسل شوية دي التماطي شايفين عاملة ازاي من جوة التقل بتاعها والأعشاب دي تدي طعم الجنن بصوا كده وهي مش محتاجة والله صلصة كتير أنا حطيت معلقتين بس من الكاتشاب تدي التست وطعم مكان ما حط سكر اهو وهسيبها تغني شوية يالله بينا نطلع العجينة بسم الله الرحمن الرحيم ايوا كده هو ده الكلام يالله بينا هنشيل تاني العجانة بتاعنا الأمور ده بسم الله الرحمن الرحيم اوبا يالله بينا وتعالوا بقى نوليكم العجينة بصوا كده عجينة جميلة جدا نعمة هعمل منها كور انا بقى عايز اعمل الكور العجينة دي اه تكون ايه تخمر طبعا لازم تخمر عايزين تخمروها ككل عجينة واحدة مدة ساعة برضو وبعدين نطلع معلش الباتيت تاعنا ده بقى هلينة الباتيت معلش ده كده سريع ولا عملنا فيه رقات ولا اي حاجة بس ايه عشان تشوفوه وانا هو شغالة هنا هبدأ اكور كده كور صغيرة عشان انا عايز اعمل بيتزات صغيرة تسلم ايديكم كده ميني بيتزا صغيرة يعني مش حاجات كبيرة اهو طيب هناخد بقى الكور دي ونبدأ ان ايه انا بشكلها كده وحشيها بالصاص الجهز اللي عندي بصوا بقى اي حاجة متوفرة في البيت طبعا لما تخمر تبقى جميل اللي هيستخدم تونة الصاص ده هيستمتع بيه مع التونة اهم حاجة التونة لو هتستخدموها انقعوها في شوية خل الأول بصوا بصوص اهو شاقدر اقول لكم بقى ريحان فراشوة والروزماري والزعتر والطماطم بصوا الجمال مع التون تعالوا بقى نعمل اه تعالوا بقى نعمل ايه ناخد كده الصاص اللي احنا عاملين بصوا بيطلع الصاص بيبقى كده اهو هوريهولكم بصوا كده ادي صاص البيتز شايفين قوامه عامل ازاي بعد ما بيتصلصل اهي شايفين الجمال انا بقى اسمحولي هكوة شوية من العجينة الحلوة دي وحنرجع بعد الاستراحة نشوف نعمل واحدة كده عشان في معانا عجينة جميلة اللي طلبوا ميننا الكايزر هنعملها مع بعض ان شاء الله في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل بصوا بقى احنا عملنا ايه عملنا عجينة بيتزا رطيفة جدا واحنا خمرناها ساعة اختمرت ساعة طلعت الحلوة الامورة دي والصاص زي ما قلت لحضراتكم بصوا صاص البيتزا باري كله على النار بسم الله بس ابعد كده عشان بيترتش صالصة كتير بصوا بيهدى ويبرد يجنن بصوا الجمال اللي عايز يضيف صالصة يا جماعة يضيف دي على اللونة الطماطم ما فيهاش حاجة ضافت خلاص هرجعها تاني بس تصفصل وتتقل شوية كمان بس اول ما بسيبها تبرد ترجع تبقى زي ما حضراتكم شايفين كده الصاص ده باخده فيه برطمانات زجاج حط عليه شوية زيت زيتون اخد منه المعلقة نظيفة ماينفعش اخد المعلقة حطها في عجين ورجعها تاني برطمان لأنو علشان دي حتبوزه فاحنا لازم ناخد شوية منها في طبق نتعامل به ونقفل البرطمان نحط على البرطمان تاني شوية زيت ونقلبه على وشه تحته مندين بتطبق في التلاج عشان ما يعفنش طيب انا اختمرت العجينة بصوا دي عمير عجينة خمرانة اخد منها دايرة كده اعمل ايه بيتزاية ما هيش ميني قوي يعني مش الصغير قوي لكن ايه الوسط اللي هو يبقى مشبع برضو للولاد بصوا كده بصوا العجينة بقى ما بتخمر بعد ساعة بتفرق خلاص هنشكشكها بالشوكة برضو جيه عشان ما تنفخش قوي عشان احنا ندخلها الفرن على طول ان شاء الله بسم الله اتفقنا ان لو بنعمل حاجة من الحاجات اللي هي فيها فواكه البحر اولا الجنبري بتحط ناين ولازم يكون فرش وطازة حلو طيب لو هنعمل بقى بالتونة التونة لازم تتنقع فيه خل وتت 17 ده ربع ساعة وبعدين تصفوها وتعصروها كويس قوي وبعدين تحطوها على الخليط ده عايز اقولوك الصوص ده بالريحان والروزماري والزعتر اللي حطناه احنا حطناه الريحان فرش والزعتر والروزماري جاف حمصوه الاول بعد اول تحميرة بالزيت بصو باخد كده الحلوة دي والله حاضر يا حبيبي بس كده مين علي ناخد الصوص ونروح هنا بسم الله ناخد كده البيتزاك الحلوة دي مش عندي حشو كتير يعني حاجات بسيطة كلها اهو وتعالوا هاخد شوكة الاول اعمل كده في العجينة عشان انا مش عايزها تنتفخ زيادة حاضر كده شايفين حضراتكو ويلا بينا نعمل الصوص بتاعنا هاي حاجينة البيتزا كده حتى تلاحظوا الجاهزة اللي بتبقى بتتباع في علب كده في السوبر ماركت هتلاقوها متخرمة كده تفتحوها متخرمة كلها كده الدوائر اربع دوائر مع بعض في منها على فكرة غالية جدا فيه ناس بتطلب البيتزا دي بتبقى اكسترا صوص يعني ايه البيتزا عادة ليها معدل معدل للصوص معين ريساب يعني بمعايير معين طب ااخدها جنبي ايه رأيك يا أساس فكرة كده بني طيب يا فان بصوا كده لان العجينة بتدخل بقى الفرن تروح متشرابة شوية من الصوص ده لو الصوص ده مش روسي تحسوها ناشفة كينكم تاكلوا عيش انا بقى بحب بزودها شوية يعني ايه عشان هي تاخد اللي هي تاخده في التسوية بس تطلع شوية فيها شوية سوس كده تتبسطوا بيهم في وسط الايه الحشوة اللي حضراتكم حطينها فيه وما باخدش الطروف الحقيقة الطروف ما باخدهاش اهو كده واخد كده شايفين اهو اني ما بيحبش يحط طعم فرش يحط طعم باودر شوحوا وحمروا وحماصوا اللي هي الزعتر والروزماري لو عندكم ريحان جافة انا حطيته فرش بس طعم تاني خالص بقى مش قادر اقول لحضراتكم على جمالي بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم كده شايفين ازاي نعليش عشان ايه النظام نظام برضو ما بتتحرق بتعمل ليحا كده مش حلوة بتلزقش في العجينة بتاعتي طيب هاخد اول حاجة بحب الاول احط طبقة كده الاول شوية تحت دي لما بحط عليها كده شوية تحت تخلي الخليط كله يمسك معي حلو الكلام اهو لما بحط بقى فوق لسه حط تاني بس انا بحط اول طبقة ليه لو عندكم بقى اي انواع تانية تخلي اللي انا هحطه فوق الجبنة يلزق يمسك شوية فلفل بقى زيدون كده فلفل اخضر شايفين حاجات بسيطة كده اي بقى حشوة عند حضرتكم انا عملتها بحاجة بسيطة عشان تشوفوا شكل العجينة بس ده المهم بالنسبة لي دلوقتي شايفين من قطع شريح رفيعة حطوا فلفل الوان لو انتوا عايزين عايزين تحطوا مشروم ماشي بس لازم لو انتوا هتستخدموا علب اذا تكرمتوا صفوا من المادة الحفظة في مصفة واشتفوه تحت الحوض في الحوض لحسن تعملوا زي لنا وتاخدوا مل تحت الحوض كده هناخد بقى كمزة تناية كده البيتزا بتاعة التونة بتحب قوي الزيتون الاخضر الزيتون الاخضر المخلي بيبقى روعة معاها الحقيقة يعني اسمحوا لي بقى مع حضراتكم هروح ايه اهو ايه رأيكم واحدات كده عجبتك يا نودي بصوا بقى اه لا لما تطلع بقى بصوا لما تطلع حط عليها ريحان تعالوا بقى نزود كده حاضر يولا يا حبيب قلبي حاضر من عيوني لما تطلع بقى جميلها لكم بالايه بريحان شوئي كلوها بقى بريحان الطبيعي ده عايز اقول لكم روعة ها انتو تيجوا عندي انا عملوكم ما انتو عايزين اه ايناوين بعد الحلقة على طول كده بسرعة كده انه ده يعني مفيش طب مفيش مثلا نعملين انا كذا طب فيه فرق يوم سبع عشرين ساعة بس تيجوا تنوروني يروح قلبي والله العرض ده ساني للبنات فقط حضرتك حضرة مو معلش فاندو احنا قسفين بيول مخرجنا بيقول أنا أنا قلت أنا بقسم مخبوزات قصاص فضل كل حلقاته معايا فيها مخبوزات تسلم إيه دك بصوا كده مخبوزات ده في قسم جديد يا نادا بصوا بقى نحطها بس أخف الحرارة دي بقى عايزة حرارة إيه 200 حلوة قوي علشان الفرن يبقى سخن قبلها بتلتة ساعة قبل ما ندخل البيتزا بيتزا تحب الفرن السخن بس طبعا مش قوي عشان ما يتحرقش بصوا جمال يلا بينا نقفل بسم الله الرحمن الرحيم وتعالوا بقى عجينة بسيطة وجميلة وسهلة إن شاء الله تعجب حضراتكم عجينة الكايزر يلا نعمل العجينة الكايزر تشكلها بسيط أنا هقول لكم الأساس وحضراتكم عملوها بقى وشوفوا شكل الكايزر طالع عامل إزاي يلا بينا أنا الحلة بتاعة العجين بتاعتي فين يا محمد يا غالي أيوة حلة العجين والنبيانودي آه بس كده عشان إيه نشتغل تعالوا ننزل المقادير ونقول مع بعض مقادير العيش الكايزر بسيطة كده وجميلة بسم الله عيش الكايزر عندي كبايتين ونص من الدقيق عندي كبايتين ونص من الدقيق 500 جرام كباية مية تقريباً 250 ملي كباية المعيارية عندي معلقتين سكر وعندي معلقة كبيرة من الزيت زيت بقى نباتي زيت زتون اللي ريح حضراتكم عندي معلقتين من الخميرة تقريباً 15 جرام عندي رشة ملح عندي بيضة اختياري فيه ناس تحب تحط البيضة جوه الخليط وفيه ناس ما تحبش انتوا زي ما تحبوا هي في الآخر اختياري ممكن تعملوها من غير اصلاً العيش اللي بيبقى فيه نسبة بيت دا ايزا اقول لكم بيبقى مغزي قوي وبيبقى رائع بعد كده هنعمل عيش بقى بمناكهات تانية هيعجب حضراتكم قوي عندي سمسم أبيض وطبعاً بخاخة مية حلو الكلام؟ كلام جميل بسم الله علو ناخد المكونات بتاعتنا عجينة عادية جداً عايزين تخمروا العجينة مع السكر الأول وتخلوها تبقى تنفش مفيش مشكلة انا هاخد الخميرة مع السكر لازم يبقى عندي رشة ملح بسم الله هاخد بقى المكونات الحلوة دي وإيه؟ نقلب تقليبة حلوة هنزلها هنا في ناس تحب تعجل باللبن اللي انتوا عاوزينه دا يرجع لحضراتكم أنا خلاص أنا عامل عجينة بس فقط لا غير أنا للأمانة هحط البيضة أنا بحب غزي الولاد قوي بسم الله هذه البيضة الكايزر دا أساسه من النمسا وتكريماً للإمبراطور فرانس جوزيف الأول يطلق عليه لفة فيينا أو اللفاء في الصلبة تعالوا كده إيه نقلب تقليبة حلوة هاخد الميا الفترة اللي مجهزها لي ندا بسم الله هنقلب ونسيبه يقتعجن شوي يا سلام بسم الله أرفع كده خلوا بالكوا لعيش يحب يبقى استكي شوية بيلزق سنة فأنا بس إيه هزود هنا مع علقتين كده عايزة أصبت الإيه بإنه دول أقل من نص كيبه بسم الله هخط معلقة الزيت تعالوا نبص على شكل العجينة كده عشان قصدة تبقى شكل معايوة هي دي بصوا كده حلوة قوي بس هتديها معلقة كمان يعني تقل إيه تلزقها عن كده حاجة بسيطة وهوريكوا بقى التشكيل يبقى إزاي بسم الله بدأت بقى إيه تلف كده تبقى بتلزق بس مش قوي يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم أمطلعها هجيب كده بولة بولة نظيفة رحة الفيتزا عاملة شغلة عالية يا جماعة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم نشوف بس 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 وبعدين العجينة هتلعها كده بسم الله الرحمن الرحيم بسوا بسوا بها تلزيئه أنا عايزة دي بقى المطة اللي حضراتكوا سايفينها دي هي اللي هتطلع العجينة هشف وهلوه يلا بينا تعالوا بقى ناخد العجينة دي نقطه بس كده بس من الزيت هعمل كده وتعالوا بقى هاخدها اخد منها قطع نشكلها على الصاج يلا بنا بسم الله هادي الصاج مضهون زبدة كويس قوي واسفة زيت وايه وناخد التشكيلة التشكيلة بتاعت العيش لازم يبقى ستيكي كده وفي مطة عشان انا هناخد مثلا ايه سبعين جرام على حسب الرجيف انتو عايزينه قد ايه خليني بس ايه احط في ايه دي هنا نقطة زيت نقطة واحدة بس كده هل هاخد كده مثلا هو هينتفخ هيبقى كده هوا شايفين ازاي هاخده بقى هنا اللي هو كده اللي عايش يبقى كده هلفه بين السبعين دول الجزء اللي تحت اللي فيه القفلة المفروض اللي انا بعمله كده واقفله عارفينه ده لازم يبقى التحت كده زي الايه السورة كده حلو الكلام اهو هعمل كده بلمها كده وهاخدها هينتفخه هاني بس ايه اخد مقطة زيت كمان اهو اهي اهي يلا بينا ونعمل كده اللي عايش الايه الكايزر الحلو ده ياخد التدوير الحلو دي ويلا بينا وهاسيبه بقى على الصاج هنا مش هعمل فيه اي حاجة غير اني هحط عليه رشة مية بسيطة جدا ممكن تبقى كده 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 وهحط عليه السمسم هاسيبه يخمر العجينة دي لازم تخمر الاول ساعة وبعدين نشكلها الكوار دي ونسيبها نصف ساعة لما ندخلها الفرن بتحطي الناي كده بالشكل ده السمسم الناي بسم الله الله اكبر ما شاء الله اتفضلوا الفيتزا وندخل العيش بس انا هغطي الاول بورقة زبدة انا معي ورقة هينه هينهي بغطي العيش الكايزر كده بورقة واسيبه نصف ساعة بعد التشكيل كمان هيطلع ازاي هتشوفوا حجمه بقى كده الحجم السبعين جرام هيبقى ازاي مخرجنا هيجيبه حيالة تشوفوه شوفوا البيتزا بقى طلعت عاملة ازاي ينهر ابيض عالجمال خليني ملمسهاش دلوقتي للمت ايه تبقى في التمام اهي البيتزا يا ولاد ينهر روعة الله اكبر العيش ده لازم يتبخ ميا يا جماعة بخاخة فيها ميا بخاخة فيها ميا لازم ارش العيش قبل ما يدخل الفرن ولو حابين تعملوا الخطوة دي مرة تانية في الفرن وهو قبل اول ما يجي طالع من الفرن يبقى تمام ودي البيتزا قدام حضراتكم عملناها وخبزناها وصلصة البيتزا الحمد لله عملناها من الاف اللي هي من الطماطم بتاعتنا اللي انتو بتحبوها حاجة طبيعية ومعمولة في البيت ولا صلصات ولا حاجة انا ما ضفتش حاجة عايزين تستغنوا عن الكاتشا باستغنوا ديفهم علاقة سكر عشان تدي طعم حل وصلصة البيتزا عملنا ببته السريع اللي قلنا عليه ما ياخدش منك وقت سيبيه بس يخمر تخمير اول ساعة كعجين نقطعو وبعدين نشكله ونسيبه يخمر تخمير تاني على الصاج يطلع بالشكل ده بنلفه كده حشو جبنا بيضة حشو زعتر حشو جبنا رومي حشو اللي انتو عايزينه عملنا كمان البيتزا وعملنا العيش الكايزر للساندويتشات في البيت بشكل جميل قلنا هنرش ميا قبل تخول الفرن هنرش ميا بعد خرجنا من الفرن ولازم المخبوزات تتغطى بعد خرجها من الفرن بالذات العيش والباتي والكروسان علشان يفضل محافظ على طروط وفوطة بمطبخ نظيفة لازم حضراتكم تحافظوا عليه انا طبعا اتمنى يا رب ان الوصفات تنول اعجابكم تعملوا للولاد حاجات حلوة في البيت باديكم تبقى جميلة ويساعدوا بيها ويفرحوا بيها اسمحونا بقى ننتقل دلوقتي الى الفقرة الطبية في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة مستنياكم اشتركوا في القناة